زيارة ميدانية لإقليمي الحوز وشيشاوات تهدف بالأساس إلى الاطلاع على تقدم تنزيل البرنامج الاستعجالية لعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز خلالها أطلق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغبات محمد صديقي عملية توزيع الأغنام والماعز على مربي المشي المتضررين الذين فقدوا قطعهم بالجماعة الترابية ويركان وأدسيل جماعتان كانتا الأكثر تضررا على مستوى الإقليمين كذلك اطلع الوزير على تقدم عملية توزيع الشعير مجانا على المربين المتضررين تهدف عملية توزيع الأغنام والماعز والشعير إلى إعادة بناء الرصيد الحيواني على مستوى المناطق المتضررة في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام قال الوزير إن تنزيل البرنامج الاستعجلي لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز فيما يخص القطاع الفلاحي يأتي تفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وأوضح أن البرنامج يهم محاور عديدة أولا تعويض الماشية لضاعة الفلاحة والكسابة وكان عندنا تقريبا في المجموعة على صعيد الإقليمين ما يقرب 25 ألف رأس غنم ومعيز واللي بدنا نوزعها بالمجان للمتضررين المحور الثاني كيهم فك العزلة على الساكنة وعلى الدواوير وعلى الضيعة الفلاحية واللي عبر إنشاء وفتح المسالك القروية والطرقات وكذلك المحور اللي كيهم السواقي السواقي في إطار ديال إعادة تشغيل ديال الشبكة ديال السقي الصغير والمتوسط في هذا الإقليمين واللي عنده واحد دور مهم جدا في الإنتاج الفلاحي وخصوصا الخضروات وعندنا المحور الأخير كيهم الوحدات ديالت ثمين واللي عندنا كثر من 26 وحدة اللي كانت فيها الأضرار كذلك أشار الوزير الذي كان مرفوقا خلال هذه الزيارة بعملي إقليمية الحوز وششاوة إلى أن الوزارة تشتغل على تسريع التنمية وتعزيز المشاريع الفلاحية بالمناطق المتضررة من الزلزال وذلك في طار استراتيجية الجيل الأخضر وخاصة فيما يتعلق بالفلاحة التضامنية التي تستهدف صغار الفلاحين الغرض من كل هذا خلق دينامية إنتاج واستقرار الساكنة المحلية في هذه المناطق ترجمة نانسي قنقر